في اليمن وتحديدا في جزيرة سقطرة توجد هذه الشجرة لها أسماء عدة تسمى بشجرة الدم أو شجرة دم الأخوين والبعض يسميها شجرة دم التنين يعود تاريخ ظهورها على سطح الأرض إلى أكثر من خمسين مليون سنة وهي تعد من أجمل وأغرب أنواع الأشجار في العالم وسميت بشجرة دم الأخوين وفق ما قيل أن قبيل وهبيل ابني آدم سكن هذه الجزيرة وقتل أحدهم الآخر كأول جريمة قتل في التاريخ وسال الدم على الأرض فنبتت هذه الشجرة وبالطبع ليس هناك ما يؤكد صحة هذه التفاصيل وكذلك سميت بشجرة دم التنين وفق أساطير صينية قديمة هذه الشجرة كلما قطعت فرعا من فرعها سال السائل الدموي تنمو هذه الشجرة في الأرض الصخرية على ارتفاع 2600 قدم إلى 3000 قدم يصل طولها قرابة 7 أمطار وبمقدورها احتمال الجفاذ بشكل كبير نظرا لقدرتها على الاحتفاظ بالماء لسنين طويلة وتبدو الشجرة كمظلة ضخمة وأوراقها تنبت فقط من الأعلى بينما توجد الأخصان من أسفل ولها أهمية صحية فالمادة الفعالة تسمى راكو وتصل نسبتها في النبات إلى 55% وقد استخدمت قديما في علاج الجروح والتقرحات وتقوية الجهاز الهضمي وذكرها أهم الأطباء العرب القدامى وعلى رأسهم المسينة ويتستخدم اليوم علاجيا حيث يستخرج منها أدوية لعلاج تشققات المعدة ووقف النزيف الداخلي في أي مكان داخل الجسم بالإضافة إلى الفوائد الطبية فإن لهذه الشجرة أهمية اقتصادية حيث تستخدم في الصناعة وحبر الطباعة وغيره كذلك يزين بها جدران المنازل من الخارج وظهرفة الأواني الفخارية وتدخل في صناعة الورنيش ترجمة نانسي قنقر